أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإيات أتمنى تكونوا بخير وبساحة جيدة بإطار استعداد الامتحان وحد الإقليمي الليل شهادة دروس ابتدائية بالنسبة لمستوى السادس دورة يونيو 2023 أنخدموا نموذج لمادة التربية الإسلامية بالنسبة لنموذج أتلقاها على شكل بدأه في صندوق الوصف برستفدم نموذج ولأخذكم تعرفوا أن مادة التربية الإسلامية تكون مع مادة اللغة العربية في ورقة واحدة تكون مدة الإنجال ساعة ونصفة إذن نخدموا اللغة العربية بحدة والتربية الإسلامية بحدة برستفدوا أكثر إذن نحاول نخدموا في هذا الفيديو مادة التربية الإسلامية إذن نبدأوا بالنسبة الوضعية التقييمية كما تشوفوا أن مادة التربية الإسلامية تكون مع اللغة العربية إذن نمشوا بالنسبة المجال للتربية الإسلامية أو وحدة التربية الإسلامية إذن تكون تنقط على عشر نقاط إذن دوب وضعيات تقويمية دائما قرأ وضعيات تقويمية مزيان من بعد جاوبه على الأتلاف إذن فقد أحد أبناء جيرانكم أباه بسبب فيروس كورونا فتأثر لفقداني كثيرا ولم يسبر على ما أصابه وزرته لتواسية وتذكره بصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأداء الذي تعرض له من قومه وتذكره أن ما أصابه قضاء وقدر فنصحته بالإكتار من الدعاء لأبيه أثناء صلاة الترويح خلال شهر رمضان المبارك وقراءة صورة من القرآن الكريم والتصدق على المساكين والمحتاجين وتدبر بعض قصص الأنبياء ورسل والصالحين انطلاقا من هذه الوضعية وتعلماتك السابقة أجب على التعليمات الثانية إذن دابن جاوبه على الأسلام دو السؤال أو الاقتداء إذن ذكر تجارك بأهمية تحلي بالصبر اقتداءا برسول صلى الله عليه وسلم الذي تعرض لكثير من الأداء من طرف قومه أذكر حدثا يظهر تحلي رسول صلى الله عليه وسلم بالصبر في تعامله مع قومه إذن كان بزرط الأحداث التي يتبين من خلالها صبر رسول صلى الله عليه وسلم على الأداء إذن هناك مجموعة من الأحداث يتجلى يعني صبر الرسول إذن كتبوه إذن تعبير إذن هنا بالنسبة صبر الرسول صبر الرسول على الأداء إذن صبر الرسول إذن بدلوا اللون أحسن بشيبال لكم إذن صبر الرسول إذن صبر الرسول إذن على الأداء إذن صبر الرسول على صبر الرسول صلى الله عليه وسلم صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأداء على الأداء يتجلى في أحداث كثيرة يتجلى في أحداث كثيرة في أحداث كثيرة في أحداث كثيرة ونعطوه بعد الأمثلة وما أقول لك أنه غير حدث واحد إذا نعطيكم بعد الأمثلة مش يكون عندكم إلمام في أحداث كثيرة مثل خروجه للطائف مثل خروجه للطائف خروجه للطائف خروجه للطائف كذلك اتهام قومه له بالكذب والسحر اتهام قومه له بالسحر والكذب إذا اتهام قومه له بالسحر والكذب بالسحر والكذب بالسحر والكذب ممكن زيد كذلك مقاطعة قومه له إذن مقاطعة قومه له إذن كسبنا 3 الأحداث نكسا فيه بهذا القدر نتقلوا إلى سؤال hottest أرتب المراحل التي مرت من الدعوة الإسلامية باستعمال أرقام 1-2-3-4 إذن عندنا الدعوة الهجرة إلى المدينة الدعوة السرية الدعوة الجهرية الهجرة إلى الطائف إذن أول حاجة الدعوة السرية إذن الدعوة السرية إذن أول حاجة الدعوة السرية إذن أكسبنا 1 إذن الدعوة السرية لسدامة 3 سنوات إذن الدعوة السرية بعدها الدعوة الجهرية إذن الدعوة الجهرية الدعوة الجهرية بعدها الهجرة إلى الطائف بعدها الهجرة إلى الطائف بعدها الهجرة إلى المدينة بعدها الهجرة إلى المدينة الهجرة إلى المدينة انتقلوا السؤال الموالي العقيدة التسكية نصح تجارك بالإيمان بقضاء الله يقدر أسمم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة كلمات ملاتبا إذن عن الكلمات فنحاول نكمل بهذه الفراغات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد إذن لا يؤمن عبد لا يؤمن عبد لا يؤمن عبد إذن نكتبه هنا لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره إذن نكتبه هنا شره إذن بالقدر خيره وشره خيره وشره إذن هنا حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لماذا ليصيبه أو ليخطئه إذن لم يكن ليخطئه إذن لم يكن ليخطئه إذن هنا يوأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه إذن لم يكن ليصيبه نعم هذا حديث عن شابي رضي الله عنه قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيري وشاري حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه نتخل الإستجابة إذن أحد شروط الصيام ممكن نعمل العقل الإسلام البلوغ إذن كتبه مثلا البلوغ إذن البلوغ إذن كتبناها أحد شروط الصيام بلوغ ممكن نكتبه العقل ممكن نكتبه الإسلام إذن أحد فرائد الصيام إذن هنا يوأن ترك الأكل والشرب ممكن نكتبه ترك الأكل والشرب ترك الأكل والشرب إذن رأقلك واحد واحد إذن أحد فوائد الصيام ممكن نكتبه بالنسبة أحد فوائد الصيام هو التربية على الصبر والتجميل والتجمل إذن التربية التربية كتبوا غير التربية على الصبر التربية على الصبر نعم إذا عمشوا بالنسبة لأحد مفتدات سيان هي خروج مثلا بالنسبة لمن خروج دم الحيد والنفاس خروج دم الحيد أو دم النفاس خروج دم الحيد أو النفاس أو أني النفاس نعم إذن هذا بالنسبة أحد مفسدات الصيام إذن أنتقلوا السؤال الموالبة حدثت مشاركة عن فضل صلاة سترويح أتمم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه فضل هذه الصلاة عن أبي هوريا رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من دنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه غفر له ما تقدم من دنبه ما تقدم من دنبه ما تقدم من دنبه إذن كتبنا إذن هنا بالنسبة كتبنا إذن الحديث نعم إذن عن شو ده بس سؤال الثالث تسكي يا قرآن كريم اقترحت على عزارك أن يقرأ ما تيسر من سورة الملك وصورة القلم في صراته اكتب الآيات التي اقترحت عليه إذن بالنسبة لآيات من سورة الملك الآية 24 إذن هنا بالنسبة هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون بالنسبة لآية 44 من سورة القلم فدني ومن يكذب بهذا الحديث نستدرجه من حيث لا يعلمون إذن نكتبه هذه الآيات إذن من سورة الملك ومن سورة إذن بالنسبة قوة الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة قليلا ما تشكرون هذه الآية 24 سورة الملك فدني ومن إذن فدني ومن يكذب بهذا الحديث نستدرجه من حيث لا يعلمون إذن ننتقل إلى السؤال قال الله تعالى إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليسوا مننا مصبحين صدق الله العظيم ما هو الخطأ الذي ارتكبه أصحاب الجنة بما عقبهم الله تعالى إذن الخطأ الذي ارتكبه أصحاب الجنة أنهم قرروا منع المساكين والمحتاجين من الصدقة التي أقرى الله تعالى عقبهم الله تعالى بأن حرموا من خيرات الجنة وأصبحتك أساريم إذن نكتب بالنسبة إذن الخطأ الخطأ الذي ارتكبه الخطأ إذن نبدل اللون بشي بلكم واضح إذن خطأ إذن خطأ الذي ارتكبه إذن الخطأ الذي ارتكبه أصحاب الجنة أصحاب الجنة أنهم قرروا أنهم قرروا أنهم قرروا منع المساكين والمحتاجين من الصدقة والمحتاجين من الصدقة من الصدقة التي أقرها الله تعالى التي أقرها الله تعالى التي أقرها الله تعالى إذن هذا الخطأ الذي ارتكبه أصحاب الجنة فعقبهم الله فعقبهم الله فعقبهم الله بأن حرمهم بأن حرمهم بأن حرمهم من خيرات جنتهم من خيرات جنتهم من خيرات جنتهم فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم نعم ننتقل إلى السؤال الموالي أحدد الحكمين الترتيليين بالآليتين الكلمتين التاليتين أيكم أحسن وعمل أض إذن بالنسبة الحكم الترتيلي فهو مد مشبع مد مش مشبع مد مشبع إذن بالنسبة ما ترى في خلق الرحمن إذن نترى فهي الإيمالة إذن الإيمالة إذن إيمالة أو الإيمالة الإيمالة نعم ننتقل إلى السؤال الرابع القصة والحكمة كي توسجارك حكيت له مجموعة من قصة أنبياء والصالحين فطلب سمينه تحديد أسمع هذه القصص ولادة النبي بدون أب إذن قصة مريم إذن قصة مريم بالنسبة قصة مريم البحث عن وجود الله قصة إبراهيم عليه السلام قصة إبراهيم عليه السلام قصة إبراهيم عليه السلام بالنسبة لواجب الزكاة وحق التضامن قصة أصحاب الجنة قصة أصحاب الجنة قصة أصحاب الجنة بالنسبة إيواء الطفل والإيمال من بوتي قصة أسية زوج فرعون قصة أسية زوج فرعون زوج في فرعون نعم هذه قصة كاملة يشوفتهم خاصكم نعرفينهم إذن عمشوا بالنسبة سؤال أخير ب ذكرت تجاركا بقصة مرأة عمران ودعوته للتحلي بقيمتين ودعوته للتحلي بقيمتين السلسين تميزت بهما هذه المرأة اذكرهما إذن هنا ذكرت تجاركا بقصة مرأة عمران ودعوته للتحلي بقيمتين إذن تميزت بهما هذه المرأة وهي مرأة عمران اذكر هتين القيمتين القيمة الأولى الرضا والتفاؤل والصبر إذن الرضا إذن الرضا والتفاؤل إذن الرضا والت التفاؤل إذن الرضا والتفا إذن بها تصحيح نكون سلينا يعني بها تسؤال بها نكون سلينا تصحيح للنموذج والله ولي التوفيق شكراً وإلى اللقاء